بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الرسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه واتبع هداه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وملائكة الله استفتح النبي صلى الله عليه وآله وسلم المرحلة المدنية مرحلة الدولة بعد مرحلة الدعوة في مكة وبعد الهجرة الشريفة استفتح مرحلة الدولة بجملة أو جمل نقلها لنا كبير أحبار اليهود في ذلك الوقت قبل أن يسلم سيدنا عبد الله بن سلام ما أحوجنا إلى أن نقف مليا عند هذه الجمل والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أوتي جوامع الكلم فهو يضع نبراسا ودستورا عند دخوله إلى المدينة يحكي سيدنا عبد الله بن سلام رضي الله عنه فيما رواه الإمام أحمد في مسنده وغيره قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة إن جفل الناس يعني خرجوا زرافات ووحدانا ليقابلوا النور قال فخرجت أنظر في من ينظر وهم يقولون قدم رسول الله قدم رسول الله قال فلما نظرت إليه عرفت أن وجهه ليس وجه كذاب صلى الله عليه وآله وسلم فسمعته يقول أول ما قال أيها الناس أفش السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام ما أعظم هذه الجمل وكأنها دستور يضعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم للحياة أيها الناس هذه البداية تبين لنا أنه يخاطب الطوائف كلها في المدينة لا يخاطب المؤمنين به فقط هو صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله ولكنه في ذات الوقت قائد الدولة وحاكمها فهو يقول أيها الناس أيها الناس لم يقل أيها المؤمنون به وكان في المدينة المؤمنون والمشركون واليهود وكان الأوس والخزرج وكان فيها من فيها من طوائف أخر ولكنه قال أيها الناس ثم قال أفش السلام ولم يقل ليسلم المسلم على المسلم فقط لأن إفشاء السلام ليس مجرد كلام إفشاء السلام منهج حياة إفشاء السلام معناه أنك تؤمن الناس وتسلمهم من أذاك أفش السلام إذا سلمت على أحد فإنك قد أعطيته عهدا أنه سيسلم من أذاك وأنك لن تتسلط عليه بأذا هذا المعنى يجب أن نفهمه حتى لا يتحول السلام إلى مجرد كلام بل السلام إذا سلمت على جارك فأنت بذلك تؤمنه من بوائقك وإذا سلمت على زميلك فأنت بذلك تعاهده على حسن العشرة وحسن الزمالة وإذا سلمت على مواطنك غير المسلم فأنت بذلك تؤمنه وتجدد عهد المواطنة نعم النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أفش السلام وكان كلامه عاما لكل أهل المدينة ثم قال أطعم الطعام أطعم الطعام قيمة دينية ومجتمعية وأخلاقية إطعام الطعام لك في كل ذاتك من الرطبة الأجر فكيف بالإنسان؟ إطعام الطعام أمر مما يجبر الله تعالى به خواطر فاعله ويسر أمره إطعام الطعام وصلة الأرحام والصلاة الصلاة بالليل والناس نيام التوجه إلى الله تدخل الجنة بسلام باختصار دين أوله سلام وآخره سلام فإذا تحققت بالسلام فمصيرك ومآلك دار السلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته